أنا عارف يا جمعة الخير أنه عدد كبير جداً منكم مستني هذه اللحظة أني أنزل مقطع جديد عن جراند الحياة الواقعية علشان أوريكم القصر الجديد تكتبوا لي بكل مكان يا ممك هلو إيش صار بالقصر نريد نشوفه وورينا صور مقطع فالآن يعني وأخيراً أرجعت لكم بهذا المقطع وأنا من داخل القصر موجود الآن بناء عليكم شوفوا معي هذا القصر طبعاً نحن أخذ لف عليه بعد شوي ولكن قبل كل شيء الآن وأهم شيء قبل كل شيء تنزلون الآن فوراً وحالاً وتضغطون على زر لايك نوصل أكبر عدد ممكن من لايك هاتي يا جماعة 30 ألف لايك وما حوالاً رح أكون جداً سعيد لأنه اليوم أنا محتارش رح أسوي عندي أفكار مرة كثير فرح نحاول نشتغل كذا حب حب علشان نرتب الأمور فلاتسقو على بركة الله خليني بالأول أوريكم ذا القصر الأسطوري والعملاق من الداخل بعد نطلع للخارج على طولها ما رح أطول بالداخل لأنه ليعرف من زمان جداً أنا زرت هذا القصر من زمان يعني وريتكم على شكله أهم شي في هذا القصر هو هذه الغرفة اللي هي غرفة سرية طبعاً ما أدري منكم ما يعرف ما يعرف يعني قد وريتكم زمان جداً زمان ليتذكر والله لكم أساطير شباب ليتذكر كتب لي تحت في التعليقات فزبدي يعني هنا عندك غرفة فيها كذا غرفة الأشياء اللي مستودع وحركات هذه فهمتوا يعني وهذه الغرفة شباب هذه هي غرفة اللي رح نستخدمها إذا في حال يعني أحد خرب من الفم اللي نحط في هذه الغرفة ونوري من نحنا بالتحديد الآن كذا بهذه الغرفة كذا نصقه هنا خلينا الآن نطلع من هنا هذا هو بالنسبة للمقر السر هنا تحت تمام كلكم الآن مستنين تشوفون خارج القصر قبل ما تشوفون داخله صح ولا لا طيب خلينا نطلع الآن نشوف خارج القصر هذا علشان يعني تتحمسون أكثر بل أشوفوا معنا يا شباب يعني من كتر الفلوس شايفين لان بدأت أحرق الفلوس أنا ما صار فيه خشب فألت يلا بحض أوكي معنا الآن دعنا نطلع شباب نسوي اكسيت فروم هوم وخلينا نشوف بر القصر هل أنتم مستعدون شباب امسكوا أنفاسكم لأنه ما مستنين أبدا عشان تشوفون شكل هذا القصر بسم الله هذا هو خارج القصر أوكي شباب أوكي 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 هذا مو القصر تمام هذا اللي كنا فيه مجرد كذا أنا مغير ديكور اللي بالداخل لم أدرش كنت محسب يعني بلا علي كذا بدخل مقطع وركي القصر من جواه أيضا شباب كان في قصر بوريكم يا من بره يا أخي على طول خليني بسي شيك الجار هذا فتح باب ولا بلا فك بابك يا أخي يا الله لسه مقفل باب وشهى والله كنت أبيه شوف الباب ما علينا طيب شباب شوفوا خلينا نشرح لكم ما صار طبعا بيتي إلى الآن مثل ما هو ولكن ولكن شوف هذا البيت ما رح يبقى مثل ما هو أول شيء ايش صار بنسبة للقصر شباب مع الأسف الشديد تأخرنا شويتين لأنه متن ما تعرفون هنا دائما الأشياء الغالية مرة تروح بسرعة إذا ما لحقت نفسك نحنا تأخرنا شويتين بس أنا ما ألوم أي أحد منكم ولا ألوم نفسي ولا ألوم أي أحد ما عليكم ما عليكم شباب ما عليكم إن شاء الله رح أبدأ أصور مقاطع كثير مع الوقت نجمع الفلوس ونشتري قصر بنفسنا على سيرة الفلوس تدرون إيش سووا شباب شوفوا إذا رحت الجوال الآن ونحنا هذا جابوا شيء جديد هنا هو عبارة عن دفتر هذا الدفتر في قائمة عجبتني بشكل جدا كبير أول شيء هذا البست فاميلي أقوى الفاميليات الموجودة الآن هذون هما بديك تسوي فوت وبيحط الآخر شهر أفضل فاميلي بيحطوه هنا لازم نحنا نطلع هنا بالفاميلي شاب نسوي فوت كذا لنفسنا والله بيكون شيء خراف كذا يحطوا زيره هنا اللي الآن مع الأسف الشيدي هنا ما في عصابتنا ما توقع عصابتنا تطلع هنا خلل نشوف يدفي هنا ولا لا والله ما يدري تدري بصور صورة كذا مع الفنة كثير بس ما يهمني يعني بصور صورة شباب كذا من داخل بيتي يعني أتصور خلاص ما يهم سوي سابب مت الان ابلود شباب أم اللي 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 يخش اللعبة يروح على هذا المجلد هنا رح تشوف اسمنا الان رح يطلع هنا أتوقع خلي خلي دور على اسمني اذا يطلع هنا ولا لا وين سو رح تطلع توقع ها هذا هي شباب هادي هي شفتوا زيرو مكتوب زيرو هنا زيرو فاميلي حاط هنا كمان أنا الان البيت رقم 30 نحن عندنا هذا لكل أرقام البيوت لناس اللي ماخدينها نسوي كاست فوت هنا بسوي فوت لهذا الفاميلي أنا الآن سويت فوت أتمنى من كل شخص يخشي يسوي فوت لأنه رح يحطوا هنا آخر شهر من أفضل فاميلي بالألكم شباب يعني اللي يلعب اللعبة لا تنسى تروح الدفتر تسوي فوت لي هذه كانت أول صفحة من الدفتر بس شوفوا إيش أكثر شي عجبني شباب لا معلكم من هذا كله معلكم هذا مين أخطر إنسان مين مدر إيش ولكن شباب ولكن شوف اللي عجبني أكثر شي يقول لك هذه قامة بأغنى أغنياء اللعبة شباب أنا قم فلوسي معني 55 مليون هل يا ترى اسمي موجود بالتوب هنا في مكان ما شباب ما ندري احتمال يكونوا حاطين كده اسمي بالصدفة في هذا المكان توب 57 على السيرفر في أغنى أغنياء الناس والله أنا مو مصدقني بالتوب 100 أصلا شباب تخيلوني أنا من توب 57 شخص الأغنياء بالسيرفر معي 55 مليون دولار وإن شاء الله هذول الفلوس رح يصيروا أكثر تترونيش رح يصيروا أكثر شوف الحذاء اللي أنا نلابسي شباب هذا الحذاء كان معي 500 دولار فكيت فيهم باكيتجات على البث المباشر وحصلت على هذا الحذاء على البث المباشر إذن أنت مداب على المثوتر أنا هناك أسوي أمور أحياناً ما لها دخل أبداً بالمقاطع يعني أنا فك باكيتجات هناك تعرفون وين القهرة يا جمعة الخير إنه بعد ما فكيت الباكيتجات بيوم بالتحديد يعني بخمسمائة دولار فكيت اليوم الجاي جابوك سيارات جديدة بشكل جداً أسطوري بالسيرفر يعني عشان فك فيهم باكيتجات ولكن ما عليكم يعني شوف خبر حلو خبر مؤسف خبر حلو خبر الخبر الحلو للتالي هو أنه صار معي 500 دولار ثانية شباب بلا عليكم شوف معنا 475 دولار معاي علشان أفك فيها هذه الباكيتجات اللي مكتوب عليها نيو ولكن ما أتوقع رح أفكهم بهذا المقطع إن شاء الله المقطع اللي جاي رح أفك الباكيتجات هذول فيهم لأن بهذا المقطع ما رح يبقالي وقت أبداً إني أولاً أمسح سيارات معي بالقراج تاني ما في مكان أبداً ثانياً إني أحاول أفك الباكيتجات هالله رح أخد وقت كبير شاء والله تمام فالمرة اللي جاي إن شاء الله بتسويا كتبلي تحت بالتعليقات إذا تبعون مقطع كامل أفجر لكم في هذا الباكيتجات شوف شو السيارات محلان بلا شوف راقب خيل أحصل على هذه السيارة والله ما أنزل منها لو إيش يا حبيبي فما علينا اليوم إيش رح يسوي بالتحديد مثل ما شرحت لكم رح أحاول أسوي أشياء مرة كثيرة ولكن خلينا ننظم أكثر الأمور بما أنه هذه هي شقتي اللي أنا ساكن فيها الآن واللي ما أتوقع رح أقدر أغيرها شباب فأنا حاب أن يغير ديكورها بشكل كامل متكامل فتعالا وريكم نبذة عن الشكل اللي مدينة نحنا نسويه تمام بما أن الجار هنا مقف الباب الآن تعالوا تعالوا بشوف أنتو بو شايفين في جزء جدا حلو من هذه اللعبة مرة مرة حلو نطلع لفلور رقم 11 كذا بخمن أي باب مفتوح لا منحاول ندخل هذا مفتوح لا هذا أوكي لي كلوز بيكون مفتوح هذا مفتوح أوكي هذا اللي أنا أتكلم عنه شباب شوف معنا هذا شخص إيش يمسويه تصميم بيته ترى هذا التصميم أنت تختاره على كيف كيفك على مزاجك يعني على عكس جراند أونلاين ممنوع تسوي هذه الأمور هنا أنت على كيف كيفك تصميم الأمور ولكن من فين تجيب هذا الأثاث في مكان ما بالخريطة لازم تروح تشتريهم تراهم غالين شويتين شوف المطبخ عمله ديزاين هو بدات نفسه الآن مسوي كل شي بدات نفسه خلص شباب مهم أخدتوا فكرة الآن بشكل كامل إيش ممكن نسوي بالديكور فلازم الآن أتوجه إلى المنطقة اللي لازم نتوجهها الآن هذا هو القراج إيش صار فيه تحديثات يعني إذا ما كنتم تابع البث عادي جدا أشرح لك إيش صار كسبنا هذه السيارة بكتش أبو أربعين دولار شباب هذا بكتش أبو أربعين دولار طلعت لي هذه السيارة فبكم تم باع الآن سعرها شوفوا كم سعرها الآن سعرها أربع مليون ومئتين ألف سيارة جدا جدا سريعة ترى وبالنسبة للباقي ما أتوقع كسبت شي جديد الباقي كله موجود يعني وإلى الآن طبعا ما غيرت ألوان السيارات الفاميلي وكذا يعني تعرفون بآخر فترة أنا شغلت شويتين ما أدخل كثير ولكن معلي هنا أحب أتجول بهذه السيارة كثير أنا والله أحب أتجول في هذه السيارة لاتقو 25 مليون شباب كتب لي شاكم روح نزور البيت ونشوفه بما أنه الدنيا حلوة شباب والصباح حلو كذا معنا لاتس جو مشوار خفيف إلى البيت نزوره طرح أنا دائما كذا أخش يعني حتى لو ما كنت أبث ولا أصور أدخل كذا خلف الكواليس أدور بيود أسأل ناس عندكم بيود كذا للبيع أشوف بيت حلو محرز وحاولي روح نزوري إذا ما عجبني أكيد ما رح أشتري يعني فالسقو أول شي خلينا نسوي هنا كذا إعلان بسيط نخبر الشباب هنا في كذا كتبت الآن شباب إعلان أني أني أدور على بيت 55 مليون ميليموم عشان البيت يكون فاخر يعني وإلا ما في داعي أني أدور على البيت هاي اقتربنا من البيت والله أنا ما أحب أسكن في ذي الحارة أبدا يا أخي والله أنا ما أحب شوف هذا هو البيت شوف هذا هو البيت عارضوا ب 25 مليون ذا البيت أنت الآن تسأل نفسك ليش 25 مليون والله هنا أنا أسأل نفسك ترى نحنا نحتاج كراش أهمشي الكراش آه ذا هو المسبح لي مع البيت يا أخي والله ما أدريش هاي ما أحب هذا البيت أنا أنا أفكر دائما بالريد لأن أنا ودي أسوي الريدات كثير بالمستقبل شوف البيت دا ما مناسب أبدا والله إنه ما يناسب والله آه ما أتوقع ما أتوقع بيعجبني ما أتوقع بالمناسب أنا حذاء ذا ما عجبني صراحي فخليني أشلح الحذاء ذا توقع بلبيس دا الأخضر كذا نطقم هاي لازقو يا الله خليني نركب خليني نركب أوكي نخفلت السيارة بالغلاط شوف سيارة الشكلة محلاة يا عمي والله سيارة سطورة يا شباب سبدا خليني نطلع الآن شباب لأنه عندنا مشوار ثاني الآن مثل ما قد لكم بدي أشتري أثاثة منزلي الجديد كذا نحاول نجدد المنزل شويتين وين ذا أبو 44 شاب واحد يقول لي تعال او بيتًا صار هنا ابو 44 لا رح تيريو شو شباب جاني عرض على هذا البيت رقمه 44 أنا أهتم بالأرقام كما رقمه مميز نوعا ما إليك سعر دا او ماي جود او ماي جود او ماي جود�� جود انا نكيف سعر 일�و a triggering 79%وا�ي يقول ليé 79%واي والله صار في كثير أرقام ما قدر يشغل ما هذا البيت انا بس أريد يكون فيه durchaus ويكون مغلق من بره تعالفون فهم عيد لي عندي يسوين مشااكل كثير لانه لا اكون داخل لن أمسكهم هذا البيت للبيع منين ادخل لذا البيت يا عبي؟ منين يدخلون لذا البيت بالتحديد؟ انا ما فهمت او من هنا يخشون؟ هذه الحركات اللي احبها شباب يب كذا احب تقريبا اوو سوري سوري من ذا؟ من ذا كيف اسم طال عندي؟ هلو؟ هلو 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 من معي؟ ياس هلو كن هلو كن هلو؟ اوه ياس ياس هلو كن هلو كن هلو هل أنت أعبار من هذا الممارس؟ نعم 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 الممارس لأعلى بداية الممارس لأعلى شباب والله طلع صاحب البيت ذا ونا حسبه معانا بالفهم شو ها شوف اسم طيب؟ ا NICKYZ اعرف انه مميزي صحيح أسأل اذا غالي البيت كمه أعلى هذا الممارس لأعلى لأعلى ثلاث ها قد قال مجردو ومصود لقد قمت لي من سائل 34 مل بحث سوف أتراك الجزء لا يعني لا يوجد مجردو حسنا ليس مشكلة حسنا ليس مشكلة شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك ودخل المثل يصنع المثل المثل مثل ما شرحت لكم إيشا ما في مبروك الآن قلت لكم انضميت إلى العصابة الصفراء يعني علشان نصبر لكم ذاك المقطع اللي هو نصرق سيارات لأنه لازم تكون في عصابة بالأول بعدين يعني تروح على الدارك نيت تشتري الأدوات المناسبة دور على السيارة تسوي سكان مرة ممتعة يعني إن شاء الله بسور لكم عناه مقطع قريبا عزو بداني خلني ندخل الآن هنا باخد سيارة ثانية بالله عليك عطني السيارة دي عطني سيارة دي كم كم بنزين دي السيارة حلو صح وهذي كمان ناقص البنزين فيها يا عمي شو اروح بتاع ناخذي السيارة هذي سيارة أوتو بايلوت سوق لوحدها يعني بنزين ما في أبدا شاش قصدت سياراتي كلهم بنزين ما في يا حبيبي ليش طيب كده أنا اروح بالفراري الفراري والله ما سوقتها أبدا شباب الفراري ما روحت فيها لأي مكان الفراري كم اي فل الفراري لازقوا خير نروح بالفراري الآن شوف الغاري عندي والله أسطور الغاري ها تختار السيارة يتعجبك تمشي فيها الآن قلنا الهاوس رقم 44 يشيكوا على طول ونكمل بحث دولة لأي شكذا يسوق هذا شوفون شباب ذا الغاري من يذكر ذا بقراند أونلاين ذا البيت كان بدين أحصل عليه بالسيرفر الثاني لما كنت ألعب شباب ذا البيت بالكامل وسأنا ما فضلت ألعب هناك فضلت ألعب هنا لأن ذاك ما في لعبين كثير هنا شوفوا زحمة بكل مكان ما حلا افرقا سيكون هناك فضلت ألعب هناك هذا البيت اللي امامك الان. هذا هو شباب بيت رقم 44 معروض للبيع الان. دعني ادخل اشيك اشوف اذا في حال مفتوح او مغلق الان. ما ادري. هذا واحد اربح سيارة المرسيدس. عقبالنا ان شاء الله. مغلق البيت. اوكي مغلق. اتوقعت. لا مش هرولس. اوكي مو مشترينه. خلف البيت كيف شكل خلف البيت. هذا رقم 44. صراحة ما ادري اذا كويس ولا لا. والله شباب ما اعرف. بس ما ارتاح لهذه البيوت كثير. يعني احنا نبي مكان يكون محوظ بسورة او شي. ما ادري كيف اشرح لكم. انا ادي طلباتي صعبة كثير بسيرفر يلعبون في 1588 شخص بالوقت الحالي. يعني ان شابها مستحية تلقى بيوت. معلومة لما يفهم ايش كل سالفة هذه البيوت. الاحمر بيوت منتمية لشخص واحد. البنفسي لفاميلي. فالفاميلي جدا صعب تبيع بيتها. الاحمر حتي ما لي بيع بيته اذا كان السعر غالي شوي. اوكي. فالفكرة مناسبة انك تاخد بيت مثل هذه الانحاء. مثل دان هنا لوحده. انا كان ودي اخذ ذا البيت. دا كان قصر عملاق يعني اشتغلت دائما حتى يدع منه اذا القصر. طيب معلين انه كنت بروح مشوار الى ذا المكان شباب. تعال نمسك الخط الان الى ذا المكان. اوه ضغيرة. ليش ما روح ادور بالمكتب هنا. ثاني شباب. تعال دوور بالمكتب. ما دورت في. هذا المكتب تعرفون ايش هو. اعبارة عناس تبيع بيتها وتأجر بيتها فاهمين. هذه شباب الان المقطع كذا حلو كثير انه يكون عشوائي. كذا ما ادري كي بتسوي. جاهس يصرخ سيارة. اوه يسطول ذات كار. ما ني سيش الي لقد قمت بها لا لقد قمت بها لقد قمت بها لقد قمت بها لقد قمت بها حسب تصرق السيارة الشباب لأن هذه حركة البيك بوكيتين كده لما تصرق هذه هي شباب زميلتكم أباقيل هنا بس ملا خنشوف ايش عندك من البيوت الان تعال نشوف ايش عندها في عندنا اربع صفحات هنا بيوت معروضة للبيع رخيص كتير شاب 140 ألف سعر ذا البيت بس تخيلوا وهنا البيوت الاصلية هنا البيوت الاصلية هذا 15 مليون سعر ما يتكلم معي اوكي انا حطيت اعلاني حطيت اعلاني حطيت اعلاني تواصل معي تواصل معي 1057 هليباد غاردن بول كوستم انتيريور سأقوم بك شباب ايلي 1057 خلي خلي نطلع 1057 شو وضع الان كده على طولة والله اني انشغلتنا ضرور الان اعلان يطلع 1057 وين المكان وين وين وينه اوه زحمة كثير مرة زحمة مات وقع بروح الهنا شوف هاد صغير امام ذا البيت ما احب اسكن جنب فميلي لو كان ذا وذاك حوالينك ناس عاديين عادي في عندنا بيوت رقم 63 البيت هذا معروض للبيع ب 15 مليون اوكي كمل ذا ابرتمت ما نريده ذا ابرتمت كمان كده هاد يكون شقة ما نريد الشقق الان ذا ايضا مريد 15 مليون ما اشوفه مناسب 770 الف اوكي بيت صغير بس حلولي لي مو للفميليين دا سعره كم هذا 550 الف رقم 902 يبيع 10 مليون شباب 902 غريب شويتين والله ذا اوكي ذا البيت شباب سعره 15 مليون و 500 ألف في عنده مسبح هنا بس ما اتوقع فيه قراجات هنا ما اتوقع ما ادري ذا السعره 9 مليون اوو والله ذا البيت حلو كذا لوحده شباب والله ودي اشتري بيت بس عشان نفسي انا كذا يعيش في انا بدل ابرتمنتين شقة نغير هنروح نسكن في بيت لوحدين الان والله يكون حلو نمو اوكي بشوف مع الوقت ان شاء الله المشكلة ممنوع تمتلك اكتر من ثلاثة بيوت كذا واحد لفاميلي واثنين لك انت فهمتوا انا الان عندي واحد فاميلي وهو شقة لي بدور لي بيت اخر لي بعدين معلينه لوكسيري ايريا يكتب لك لان مكان فاخر هذا 9 باركينج سبيسز عندك قاردن كمان فيه والله ذا عجبني شاء الله توقع بزور 972 لان 972 ايش كتب لي ذا 972 خلينا بس احطوله كذا رقم شان نانسى 972 اوكي اوكي شباب دعونا الان نطلع الى ذاك البيت ما بدك تشوف داع اوها غرفة نوم هنا حلوة نوعا ما والله شباب غير تديك ابشوف ورا البيت كيف نروح ورا البيت الان مالاسف� ان تدخلين الى ذاكات الان اذه الطريقة الطريقة واروح للمسبح من هذه الطريقة لا والله هذا مو حل يعني نوعا ما هذا هو مسبح وشباب بس انه هذا مو طريقة اروح فيها للمسبح بخفز للمسبح الان اوه شاب شبته القبز م lifetime اوكي기aker دعو مسبح حركات بركات حلوين يا اخي كجمع الممت Parliament اوكي لا لا شباب تنسل الفكرة ما نبي نزور ذا البيت شباب هذا اخر البيت رح نزوره الان بعد نروح نشوف شغلنا 565 اوف هنا البيت صاير ايه شباب ممكن ذا البيت يكون كويس والله دقيقة شوي شوفوا داخل الفراري شباب ما خبرتكم داخل الفراري كيف بلا شوف والله داخله اسطوري هذا بانطلوني الاخضر هذا شباب لشوفون لون الاخضر هذا شباب بيت رقم 565 اوكي خلنشوف ايش هذا البيت لان بالتحديد بسم الله الرحمن الرحيم خلنشوف لا رب يكون مفتح من الداخل ليش تغلقونه طيب ليش يا الله ace damn والله ما podium اوكي بس مافي باركينغ ابدا فهذا جدا مؤسف مافي باركينغ ولا باي مكان ورا البيت كيف شكله الان هذا هو ورا البيت بالتحديد اوكي شوف ماجه المسبح هذا العميق العري blues والله ما ادري بس ماعجبني البيت المشكلة فيه باركينج أنا إذا ما يكون فيه باركينج ما أرتاح لبيتنا مع الماء لذلك والله فيه مساحات بس ما فيه شوف الإطلالة كمان محلاها من هنا والله يا أنه الإطلالة خرع فيه من هنا شوف بيوت الناس هنا كلها مسابح هنا مسبح هنا مسبح كل شيء كل شيء موجود هنا بس يالله وفيه سيارجت هنا منده منده اليوم يسرخ سيارتي الان منده؟ لا أعرف منده خلينا خلينا ما لينا أقترح عليكم أن نطلع لذلك المكان بالتحدي شوف ذلك المكان شوي بعيد ولكن هذا المكان الوحيد بالخريطة اللي يبيع أثاث للمنزل يعني فأنا مضطر أني أروح عليه شباب هنا في محطة بنزين شراكم نعبي شوية بنزين ونحن وراحين في طريقنا وفي طريقة لاتس جو بخليها ماكس توقح ماذا يكلمني؟ ما والله مدري جاني تصال ما يدري مدري مدري مو فاضي ما عليك مو فاضي اه ريبر كيت شاب ناخذ واحد ريبر كيت كمال لاتس جو أنزل الآن أصلح السيارة على طول لا تتصل يا الطيب ما أبي رد لا تتصل هيا في طلق نار في طلقنا بسرعة أصلح ومشي في طلق نار في طلق نار أسرع طلق نار إيش ده الصوت هنا 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 سبب في طلق نار هنا أوف مع الشرطة أوف أوف شاب شوف شوف يطلقون عن الناس والشرطة مدريش طار هنا أهرب 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 ما عليك أهرب انا اريد اروح اشتري اثاث بيتي اخيان اش دخلني بكل ده شوف سيارة جددتها الان شباب بس كده عشان نكون جين تعرفون الحركات هاده لا ياخي انت شايفني طيب ليش كده تسوي شوف سيارة اشطار فيها بالله شباب شوف سيارة تشطار فيها صار يساحتين احاول اروح للمكان اجدد و مدريش واخيرا بلا عليك واخيرا يالله كم اني عانيت شباب عشان اوصل لذا المكان شوف سيارة كيف صارت بسم الله صديقنا هل عندك اثاث للمنزل انت الان اريد اشتري اثاث للمنزل رقم 167 لو سمحت يعني الان كذا نشوف صوفات هنا شوف شباب هذا هو الي انا اكلمكم عنه ان كل شي جديد انت تشتري بنفسك وتحاول تحطه في مكان مناسب فهذه بالنسبة للصوفة الي مدين نجيبها طبعا في عندي اقدر اشتري بخمسين الف او اقدر اشتغل اطلع كذا عشر حطبات واشتري مقابل حطبات يعني تمام هذا عندنا الكراسي هنا شباب مديني نجيب الكراسي كمان جديدة كذا اوكي نايس اوه اضاءات هنا جديدة والله شوف الاثاث والله مرة كثير الاثاث عندنا هنا الطاولات كمان طاولات جديدة واشياء نباتات هنا معنا نباتات حلوان نشتري ذه النبات الآن لدي الديكور مني 30 ألف تم شترينا الآن بالثلاثين ألف أرى نشتري ذاه تم شترينا الآن 40 ألف والله النجاز قصر لفلوس لنفعله شتريت لون قريب من هذا شترينا الآن نشتري هذا إضاءة تعالوا نشتري طاولة محترمة لا تناسب الشيء علينا انتوقع أفضل الطاولة اختار دي شباب لتس قو خمسين الف اوكي نايز اشترينا الحمد لله طلع معانا فلوس اتوقع كذا مرة كويس نشتري دي كمان شباب لتس قو ثلاثين الف كم ضل مع الان فلوس ضل مع مئة ثلاثين الف لسه مع فلوس والله توقع باشتري ذا السري لتس قو نشتري ذا كمان تم اشترينا الان اوح عندي برادات واشياء هنا ما شفت هذا الامور انا توقع باشتري ذا البراد حلو شكل ذا لا تقول نشتري ذا خلي يكون غريب شويتين خمسين الف لاتس جو ضل مع عشرين الف شباب ما توقع في شي يستاهل عشرين الف خلص خلصنا الان جبنا كل الغراض اللي لازم نجيبها الان روح البيت اتوقع الغراض حنحصلها في البيت فوراً ديليفري يكون فوراً يعني متل ما خبرنا وهذا يا شباب الان وصلنا الى البيت واخيراً بعد مشوار جداً كبير يعني الان باسم لاخير نخش الان الى القراج معان هنا لاتس جو فك الباب يا مدير فك الباب مام كالوزير مام كالوزير لاتس جو دخلنا الى الدور الاعلى ونشوف ايش صار معانا هنا طبعاً ما رح يختلف شي انت لازم تحط اثاثك بالذات نفسك تخ plug the floor or maybe the furniture هنا لازم نسوي اوكي حارت اوكي دوكي دهت جو شباب اوشي يابي يحطي الكنب هنا لا تقولي انا بحطها بالذات نفسي لا والله كذاب شباب كله يمديك تحط بالذات نفسك والله طبعاً اشينا امحي ذا اوكي فهمت فهمت أصبر أصبر الشي بسوي الان أصبر أصبر سوي ذا بعدين سوي كلير كيف سوي كلير ريموف فرنوتشير لا ورع ورع لما سويت ريموف لا تقول لي راح بل لا تقول لي راح لا يقول لك راحة ما راح ترجع طب انتو حطين زر واحد ما حط لي تأكيد حتى عليها راحة الكنبة يا الله كم اني غبي بس بخلي كذا كنت فاضي عشان ادخل عليه فاض ونحن اوه يا حرام وربي حرام الي صار ده هو نفس البيت طبعا بس فاضي كنت بضب الديكور شوي مع بعض معاكم كذا يعني بس للاسف شديد اشتار شفته الان هاي ليش الستارة صارت مغلقة فوق الستارة طيب على اقل هاي حتى الستارة اغلقة مذل ما كان صار كئيب كثير ما مره فاجيه مدني ليش اما بالالت اوكي واخيرا عرفت يا شباب او والله يا شباب انا عاني اوكي هذا البرات اللي اشتريت الان بلعلك حطه هذا هو البرات شباب اللي اشترينا الان برات كذا بسيط والبيت فارغ تماما اكي رجعت رجعت كل اثاثة الى محال سبيله الان الموضوع طلع مو سهل ابدا تماما الستارات اختفت من عندي مدريش صار في شي جدا غريب جاسي صير بالتحديد انا ما افاهم ابدا ده النبات لازم احطه في مكان حلو يكون نوعا ما توقع بحط هنا والله بحط هنا شباب اوكي حطتها في ذا المكان والله ما ادري جاسة خبص الان ديكور اوكي خلينحط هنا شباب فهذه الزاوية هنا ما ادري صراحة حسه بيطلع حلو هنا شويتين ما اعرف شو تشتغل كمان الله ان شاء الله تشتغل بالليل مدري اذا صارت ليلة توقع بتشتغل لوحدها بحط هذه النبتة هنا شباب ليلة ما القالها حل بالله شوف المنظر طلع محلو خليك هنا خليك مكانك ما عليك انا عجبني هنا انه حط السرير بالمطبخ والنام فيه الان هنا يا سلام بيطلع حلوك ها بحط هنا شباب شايفين المكان كده ما احنا كده تنام هنا وهاركات معنا شباب انا برتب الامور اكثر ان شاء الله بالمرة القادمة يعني ادري الموضوع حوسا بس انتوا فهمتوا الفكرة وانا يمديك انت تضبط كل شي بذات نفسك يعني وتخلي منظر جدا جدا حلو يطلع فبحول اشتغل الموضوع اكتر برجع لكم مرة جاي والديكور يكون خالص لانه الان رح ياخد وقت مرة كبير فكل شي بتسوي خلف الكواليس بالوقت الحال يا شباب انا يمدينا اخبركم انه خلاص وصل لنهاية المقطع ان شاء الله بالمقطع القادم بنسوي عملية هاك للسيارات يعني شوف معنا تروح هنا على دارك نت وتروح على هنا الليقل ماركت وتشتري سكان وتشتري البيك بوك هذا اللي يمديك تسوي لوك بيكت يعني عشان تحاول تفكي السيارات ونحاول ايش نسوي نخطرقهم ونصرقهم ونحاول نبيعهم بعشرة بالمئة من سعرهم او خمسة بالليم ما ادري كل شي بتشوفونه بمقطع القادم اتمنى دعمكم على هذا المقطع بزر اللايك يعني ولا تشتركوا بقناة باشتركين فاهم شلسنا بهذا كاماهاكم محمود من القناة ممكالو اعطني مئة الف الي عليك